النهار ده هتكلم عن تجربة مضاد التعرق من درماتيك ولانها شركة مصرية هنقول عنها زي اخوتها في اخر الفيديو المنتج لغرض الحماية من العرق والرائحة الغير مرغوب فيها لمدة 48 ساعة بكتوب عليه انه anti-prespirant و deodorant مخصوص للبشر حساسة وهو كمان لغرض التفتيح وتقليل نمو الشعر فيه اربع مكونات للتفتيح جزوية على القصوص فيتامين سي ومستخرج من التوت الأحمر اللي صورته موجودة دي ومكونات التفتيح هي التركيز الأعلى فيه لتهدئة الجلد في نيا سينامايد ومستخرج من الكاموميل والخيار وجل السبار وفيه مستخرج طبيعي من زهرة لتقليل نمو الشعر والترطيب فيه بنسينول واسعم غنحل وكولاجين بحري وزيت الأبوكادو ومدادات أكسادة زي الشاي الأخضر وفيتامين إي فرح مكونات كتير وفي الآخر علشان نلاقي طيب فين المكون المخصوص للعرق هنلاقي ألمانيوم باودر اللي هو الشابة موجود تحت في المكونات الزي فيه منتجات تانية مشهورة بتستخدم برضه الشابة في مزيلات العرق زي بيزلاين بس هنشوف هنا التركيز إنه الشابة تاني واحد في المكونات فدي المشكلة هنا وإنهم بيدعوا إنه زيه تأثيره هيدوم 48 ساعة أول ما اشتريته في سبتمبر ما كانش تأثيره بيدعوم حتى 8 ساعات بس بعد كده في شهور الشتاء كان كويس مش فهمة لما هم كده كده هيستخدموا الشابة ليه بتركيز قليل ويكون تأثيرها ضعيف في الآخر بالنسبة للتفتيح أعتقد دي هتكوني الميزة اللي فيه أنا معليش غمعان إنه ما كان عندي لصعة بسيطة من جلسات الليزر قديمة وفرق اللون ما كانش بعيد فما كانش فارق معي بصراحة ولا كنت مركزة فيها حتى مساحتها أدعويته الصباح بس بعد 3 شهور من استخدامه أنا بقتش شايفها خالص فأعتقد في ناس ممكن تشوف نتيجة منه في التفتيح مع الاستمرار العترة بتاعه حلوة قوي شبه ريحة البابل جام ومش عارفه موضوع تقليل نمو الشعر علشان زي ما قلت أنا عملت الليزر قبل كده أنصح اللي هيجرب ويخليها مع دخول الشتاء مثلا أضمن ويكون مزايا زي مكونات التفتيح اللي فيه ممكن تضفنه علشان يستفيد منه هو سعر الأساسي 150 جنيه معرفش ليه إنما دايما كل فترة بيكون عليه عروض على موقعهم والصيدليات أنا كنت جبته من جوميا بـ 72 جنيه وهو حجمه 40 ملي شركة درماتيك المميزة عندها هو إنهم بيعملوا كمان ميكب وعندهم مجموعات عناية للجلد بحسب نوع البشرة تحت الفيديو هسيب موقعهم والإنستجرام بتاعهم للمهتم يشوف منتجاتهم ونسوش اشترك في القناة عشان توصفكم التقيمات الجاية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر اشترك في القناة